بيبدأ المسلسل بحاجة غريبة بتحصل لأول مرة في التاريخ وهي إن 43 ست حوالين العلم بيولدوا في نفس اليوم والغريب إن هما مش بيبقوا حوامل أصلا زي الست دي اللي مش حامل بمجرد ما بتنزل حمام السباحة بتبدأ تبقى حامل وكمان بتولد والموضوع ده طبعا بينتشر جدا وتتكلم عنه كل الصحف والأخبار لحد ما بيوصل الخبر لعالم عجوز اسمه هاري وهاري عنده أعتقاد بأن الأطفال اللي تولدوا بدون أب وبدون حامل دول هيكونوا سبب في إنقاذ العلم في يوم الأيام فبيجمع هاري الأطفال دول بعد ما بيعوض أهل الأطفال دول بفلوس كتير عشان يردوا سيبوا ولادهم ولكن هاري ما بيقدرش يوصل غير لسبع أطفال بس فبياخد هاري السبع أطفال دول يعيشوا معاه في أسره وبيسميهم بالأرقام من واحد لسبعة عشان يكون من السعل عليه إن هو ينادي عليهم وبيعرفهم بعد كده على أجنيس والهي روبوت اخترعه هاري عشان تقوم بخدمة الأطفال وكمان عشان تقوم بدور أمهم وده بيكون بوجو إرد زاكي طواره هاري عشان يتكلم ويكون مساعد لي وبيكتشف هاري إن كل طفل من السبع أطفال دول عندهم موهبة خارقة معادة رقم سبعة والاسمها فانيا فبيبعدها هاري عن باقي المجموعة لإنها مش هتقدر تساعدهم ينقذوا العالم وبيخليهم هاري يكتشفوا قواهم الخارقة ويتدربهم عليها عشان يقدروا تحكموا فيها وبيوحد كمان اللبس التاحهم عشان يكونوا مميزين عن غيرهم الأطفال وبيكون اللبس عبارة عن بدلة مدرسية وبسام المجموعة دي زا أمبريلا أكاديمي وبتبدأ الأطفال دي يكبروا في السن الحد ما بيوصلوا لسن سبع سنين ومن الوقت ده بيقدروا يدفع عن العالم ويقضوا على الجرائم زي سرقة البنوك وبيحققوا شهرة كبيرة وبيبقى باي الأطفال من سنهم عايزين ينضموا ليهم ويساعدهم ينقذوا العالم بس هما ما عندهمش قوة خارقة زي الطفل ده واللي بيحاول يقول لهاري ان هو عاوز ينضم ليه لما بيشوف هاري والأطفال بعد ما أنقذوا البنك من الأصابة اللي بتهاجمه ولكن هاري بيتعصب عليه وبيترده وبيخلي كل الناس يتحك عليه ولما بتوصل الأطفال لسنة 13 سنة بيكون عندهم تحكم قوي جدا في القدرات بتاعتهم وده بيخليهم عايزين يكتشفوا حاجات أكتر عن نفسهم وأكتر حد بيكون عايز يجرب حاجات أكتر هو رقم خمسة واللي بيقدر يتنقل من مكان التاني عن طريق فجوات زمنية وبيطلب من هاري ان هو يسافر عبر الزمن ولكن هاري بيرفض لان لو رقم خمسة عمل كده ممكن ده يأثر على عقله وممكن يتجنم ولكن الرقم خمسة بيعصي هاري وبيسافر عبر الزمن من غير ما يقول لحد وبيسافر رقم خمسة للمستقبل وما بيبقاش عارف يرجع للزمن اللي كان فيه تاني وبعد مرور 12 سنة بيلاقي هاري عايش في البيت بتاعه مع بوجه وأجنيس بعد ما قرر الأطفال انهم يسابوا يمشوا مع ده رقم واحد واللي اسمه لسر وبيبقى لسر هو الوحيد اللي بيقوم بالمهمات اللي بيقوله عليها هاري وفي مهمة من المهمات دي بيتصاب لسر وبيبقى بيموت خلاص فبيضطر هاري عشان ينقذه ان هو يحقنه بمصل يحاول لسر لجسم غوريلا وبعدها بيبعته لمهمة في الأمر عشان يبعت له أخبار الأمر والأحجار والتربة اللي هناك وعشان يبعده عن البشر كمان لانه كان بيتعرض للتنمر بسبب شكله وبينلاقي ان كل واحد من الأطفال دول بعد ما كبر اتجه لحياة مختلفة بعيدة عن الأكاديمية اللي كان عملها هاري فمثلا رقم اتنين واللي هو ديجو بيساعد الناس اللي بيتعرضوا لهجوم على ملازلهم لانه هو عنده كوة خارقة في التحكم بالسكاكين وبيبقى ديجو بيساعد الشرطة في حل الأضايا عشان هو بيحب محقاقة اسمها باتش ولكن دلوقتي مفيش بينهم حاجة أما بالنسبة الرقم ثلاثة واللي هي أليسون فاتجوزت من الراجل اسمه باتريك وخلفت منه وبنت اسمها كلير واشتغلت موديل وممثلة واستخدمت قوتها وهي انها بتتحكم في تصرفات الناس فلما بتقول لحد في ودنه حاجة بيعملها على طول وبتبقى أليسون بعيدة عن بنتها بسبب ان هي استخدمت قوتها عليها عشان تقدر تخليها تنام بدل ما تهتم بيها فلما شافها باتريك قرر يطلقها ويبيض عن كلير وبنروح بعد كده الرقم أربعة واللي هو كلاوس وكلاوس بيبقى مدمن على المخدرات وعايش أغلب وقته في المصحة وقوته الخارقة هو انه بيقدر يستدعي الموتة وبيبقى مستدعي دايما أخوه بينه واللي هو رقم ستة وبيكون بين اللي هو رقم ستة مرت في مرة من المرات اللي كانوا بيحاولوا يدفعوا فعلا العالم وبنعرف انه قوه بينه انه بيقدر يبقى عنده ثمان أيادي زي الاختباط وبنروح بعد كده الرقم سبعة واللي اسمها فانيا وبتكون عزيفة كمان في فرق أفضار الأوبرا وبتدي دروس خصوصية لتعليم الكمان في البيت عندها وبتفضل فانيا تعاني من التهميش طول حياتها زي ما كان بيعمل معها هاري لانهم كانوا فاكرين ان هي ما عندهاش قوى خارقة بيعدي بعد كده أربع سنين على لسر وهو على سطح الأمر لحد ما بيجي الورسلة من كوكوة بالأرض بتقول ان هاري مات فبيرجع لسر للأرض وبيتجمع هو واخواته في فيت هاري لما بيعرفوا ان هاري مات وبيبنع لهم انهم مش طائم بعض ولكنوا حتى بيحبوا هاري وليعتبر أبوهم بالتبني وبيطلع لسر لمكتب هاري وبيدور في ممتلكات هاري لانه حاسس ان هاري تقتل ما ماتش فبيلاقي ان العدسة بتاعت هاري مش موجودة وده بيكون شيء غريب لان هاري عمره لمشالها من عينه فبيأجر لسر البحث عن العدسة لحد ما يدفنه هاري بس قبل ما يدفنه هاري بتحصل حاجة غريبة في الفناء الخلف للبيت فبيجروا كلهم عشان يشوفوا ايه اللي حصل فبيلاقوا فجوة زمنية لونها ازرق وما بيبقوش عارفين ايه دي فبيرمي كلاوس عليها طفاية حريق فبتختفي جواها وفجأة بيظهر من الفجوة دي أخوهم رقم خمسة بعد ما كان مختفي لمدة 17 سنة في المستقبل وبيكونوا مش مصدقين نفسهم لانه ظهر بنفس جسمه وهو عنده 13 سنة فبيحكي لهم رقم خمسة انه بعد ما قرر ياس هاري سافر بالزمن للمستقبل وانه هو فضل يتنقل بين الازمين لمدة 45 سنة يعني هو في جسمه 13 سنة وعقله عقل راجل عنده 58 سنة وبعد ما بيخلص رقم خمسة كلامه وبيطلع كلهم للفناء عشان يدفنه هاري وبيبدأ ديجو يقول ان هاري كان قب سيء وانه هو مش عايز يعازي فيه اصلا فبيتعصب عليه لسر وبيفضله يضربه ببعض لحد ما بيضرب لسر تمسال بينه وبيوقعه وبيدخلوا كلهم البيت تاني وبيروح رقم خمسة لمحلة دوناتس في المدينة فتفتكروا اجنيس صاحبة محلة دوناتس انه هو ابن الراجل اللي قاعد جنب رقم خمسة فبيتكسف الراجل من كلامها وبيحسب لرقم خمسة وبعد شوية بيلاقي رقم خمسة مجموعة مسلحين وقفين وراه وبيكونوا عايزين ياخدوه معاهم عشان فيه حد عايز يتكلم معاه فبيرفضوا يروح معاهم وبيختفي من قدامهم وبيظهر تاني وراهم وبيقدر يهاجمهم ويقتلهم كلهم وبتسمع اجنيس وتضرب النار فبتتصل بالشرطة ولما بتيجي الشرطة تحقق في الموضوع بتقول لهم اجنيس انه ما كانش فيه حد في مدجر الدوناتس غير طفل صغير وابوه وانها دخلت تجيب حاجة من المكتب بتاعها وخرجت لقيت الجسس دي وبيعرف بعد كده رقم خمسة ان الناس دول وصلوله عن طريق جي بي اس كان موجود في دراعه فبيفتح دراعه بالسكينة وبيطلع الجي بي اس وبيرميه وهو بيروح على بيت فانيا يستنىها لحد ما ترجع ولما بتيجي فانيا بيخليها تدويله الجرح وهو بيقول لها انه لما كان في المستقبل شاف ان العالم كله تدمر وهو ما بقاش فيه بشر خالص وان تاريخ انتهاء العالم كمان 8 ايام وهو طبعا عاوز يمنع ده انه يحصل وفي مدجر دوناتس بتوصل للمحققة باتش وبتبدأ تستجوب اي جنيس فبتبدأ تحكي انه ما كانش فيه في المدجر غير طفل صغير وابوه وبتقول اي جنيس ان هي حكت القصة دي قبل كده للمحققين اللي جم قبل باتش فبتستغرب باتش من كلام اي جنيس لكنها بتعرف ان اي جنيس اصداره على ديجو فبتعتقل ديجو وبتحذره انه يدخل في شغلها مرة تانية وإلا هتعتقله للابد وتاني يوم في بيت هاري بيسأل بوجو لو حد شاف صندوق مرصع بالمجاهرات كان موجود في مكتب هاري لان الصندوق ده كان فيه مذكرات هاري ولازم الصندوق يرجع فبنعرف ان كلاوس هو اللي سرع الصندوق ده وراح عند بحل رهن الممتلكات عشان يبدل الصندوق بفلوس عشان يشتري بها مخدرات وللأسف مش هيضر يرجع اللي كان في الصندوق لانه هو رماه في الزبالة في الوقت ده قرسم بتكون في غرفة المراء اللي كان بنيها هاري وهم اطفال وبتكون بتتفرج على مقاطع لهم وهم اطفال وبيشد انتباهها وهي بتتفرج فيديو ليوم وفاة هاري وبتلاقي ان جريس كانت مع هاري في غرفته في نفس وقت وفاته فبتشكي الاسون فيها وبنروح بعد كده على ورشة اسلح صياراته اللي بيشتغل فيها الشخص اللي كان مع رقم خمسة يوم الحادثة بتاعت متجر الدونات وبينلاقي اتنين بيعزبوه عشان فاكرينه هو رقم خمسة والاتنين دول بيكون اسمهم تشع تشع وهيزل وبيبقوا الاتنين قاتلين مع جورين وهمتهم يقتلوا رقم خمسة في الوقت ده بيكون رقم خمسة في معمل طبي بيتصنع فيها عيون اسطناعية وبيطلب رقم خمسة من الدكتور انه هو يطلع له بيانات العين اللي لقاه في المستقبل ولكن الدكتور بيرفض لان دي اسرار ولما بيحاول رقم خمسة انه هو يتهجم على الدكتور بيطلب له دكتور الامن فبييروح رقم خمسة للبيت اشرين دولار واللي طبعا كلاوس هيشتري بيهم مخدرات. فبيوافق كلاوس وبيروح مع رقم خمسة. وبيلاقي ان الدكتور رافد يديهم اي بيانات. فبيضرب كلاوس رقم خمسة على وشه. وبعدين بيكسر كلاوس كباية على دماغه واللي بتنزل دم. فبيقول للدكتور ان هو هيقول الامن ان هو لضربهم. فبيضطر الدكتور ان هو يدور في الملفات عنده على الاسم اللي موجود في ظهر العين. فبيلاقي الدكتور هنا حاجة غريبة. بيلاقي ان العين دي لسه ما اتبعتش. او لسه حتى ما تصنعتش. فبيمشي رقم خمسة وكلاوس لما بيلاقي نفسه ما استفادوش من كلام الدكتور. وبيضحك رقم خمسة على كلاوس وبيسيبه وبيمشي. من غير ما يدينه لعشرين دولار. بيوصل بعد كده رقم خمسة المتجر في المدينة. والدي ماني كان كان عايش معها رقم خمسة في المستقبل. وبيكون رقم خمسة بيحب دولاريس وكأنها شخصة حقيقي. ولما بيوصل هناك بيلاقي اتنين لبسين اقناعة زي بتاعت الاطفال. وبيهجموه بيكونوا عايزين يتخلصوا منه. ولكن رقم خمسة بيقدر يهرب منهم وبياخد معه دولاريس. بنروح بعد كده اللي بيكون شكك في اخوه ديجو. ان هو السبب فقت لهاري. ولكنه لما بيدور قرار بيلاقي ديجو بيشتغل في صالة ملاكمة بيمسح الارض والحمامات عشان يلاقي فلوس يصرف فيها على نفسه. فبيبدأ يتعطف معاه. وبيروح لسر على البيت بعدما قالت له ان في حاجة مهمة لازم يشوفها. وفي البيت بيكون لسر والسر في غرفة المراقبة. بيتفرجوا على فيديو لليوم اللي مات فيه هاري. وبشوفوا جريس وهي جنبه ومش بتساعده. فبيفتكروا ان هي سممته. وان هي السبب في موته. فبينزلوا المطبخ يتكلموا معها عشان يسألوها لو تعرف اي حاجة عموت هاري. لكن جريس ما بتبقاش فاكرا اي حاجة عن اليوم ده. ولا عن الطريقة اللي مات بها هاري اصلا. فبيعملوا اجتماعها الي عشان يتفرجوا على الفيديو. ويقرروا هيعملوا اي مع جريس. فبيوريهم ديجو في الفيديو ان جريس كانت بتاخد من هاري العدسة ما كانتش بتيتيله. فبيتفقوا انهم هيعملوا تصويت على انهم يعطلوها او لا. وبيبقى لوسر وقاليسون عايزينها تتعطل. اما ديجو فانيا وكلاوس بيرفوض يعطلوها. فبياجلوها لحد ما يرجع رقم خمسة للبيت. وبنروح بعد كده لبيت فانيا. وهي بتسمع صوت الباب بيخبط وبيكون واقف على الباب شخص غريب. وبيكون جاي يتعلم عاصف الكمان عند فانيا. وبيقولها ان هو شاف الالام بتاعها على النت. وان هو جاي يتضرب. وبيكون رونالد ده مهتم في فانيا. وبيعزمها ان هي تزوره في ورشة الخشب بتاعته. وتاني يوم بعد ما بتخلص فانيا بروفاتها بتتماشى لحد ما بتصل لورشة الخشب بتاعته. وبيستقبلها رونالد وبيعزمها ان هي تدخل للورشة. وبيدهت امسال خشب كان مصممه على شكل فانيا. وبترجع فانيا على بيت هاري في الوقت اللي بيهجن فيه هازل وتشا تشا على بيت هاري. عشان عايزين رقم خمسة. وبيقدر لوسر وديجو ينقذوا البيت. وبينقذوا فانيا اللي كانها يقتلها هازل. ولكن بتقع على لوسر النجفة وبتقطع له الاميس. وبيبنى ان جسمه شبه جسم الغورلات. فبيهرب بسرعة من الغرفة. وبينجح هازل وتشا تشا ان هم يخطفوا كلاوس. وبيستغل ديجو الوقت ده في انه يتطمن على جريس. ولما بيلاقيه قعد على الكرسي بتخيط وكأن ما فيش حاجة حصلت بيفهم ديجو ان هي لازم تتعطل. وبيقول لفانيا ان هي لازم تمشي من البيت. لان هي كان ممكن تموت. او ممكن تسبب في موت حد منهم غير ان هي ما عندهاش اي قوة خارقة. فبتكرر فانيا تروح عند رونالد البيت. لانه يعتبر هو الملجأ الوحيد بتاعها. وبتبدأ عنده اليوم ده. ولما بتصحه تاني يوم بتنزل البروفة بتاعت العسف بتاعتها. وبتنسى المفاتيح عنده رونالد. فبيستغل رونالد ان فانيا مش هتكون في البيت. وبيروح عندها عشان ياخد الدوة بتاع فانيا من البيت ويرمي. في نفس الوقت ده بتبقى الازم وصل البيت فانيا. وبتشوف رونالد هناك وبتستغرب من وجوده. ولكن ما بتهتمش وبتاخد المفاتيح منه عشان ترجعها لفانيا. وبتروح الاسو اللي در الاوبرا وبتقابل فانيا بعد ما بتخلص البروفة. وبترجع لها المفاتيح بتاعتها. وبتقول لها ان رونالد كان في البيت عندها. وانه الاسو مش مرتح له خالص. فبتقول لها فانيا ان رونالد شخص كويس وهي بتحبه. وبتروح بعد كده للفندق اللي فيه هزل وكلاوس. وبيربط كلاوس وشوتش ها هزل عشان يعذبوه. ولكنهم بيلوا ان مش مأثر فيه اي نوع من انواع التعذيب. وعلى العكس بيكون مستمتع. فبيفكر هزل ان هو يستغل ادمان كلاوس للمخدرات في انه يعذبو. فبيرمي المخدرات اللي في جيب كلاوس على الارض. فبينجح ان هو يخلي كلاوس يقول لهم على مكان رقم خمسة. فبيخب هزل الشنطة اللي بيسافروا بها عبر الزمن ثم امر التكييف. وبيستغل كلاوس انشغالهم عنه في انه استدعى الضحايا اللي هما قتلوهم قبل كده. وبيوقع بين هزل وتشا تشا. فبيدخلوا يتكلموا جوه الحمام. وبيستغل كلاوس وجودهم جوه في انه يحاول يجزب انتباه اي حد له. وفي الوقت ده بتبقى المحققة بتش بتسأل عن مكان الغرفة اللي ساكن فيها هزل وتشا تشا. لان هي عرفت انهم في الفندق ده من تحريات الشرطة. ولكن العامل اللي في الفندق بيرفض يديها اي بيانات. فبتتصل بتش على ديجو وبتسيب له ورسالة ان هي محتاجة مساعدته في الفندق. وبتديله العنوان. وبتطلع تتنشف ممرات الفندق لحد ما بتوصل للغرفة اللي فيها كلاوس. وبتلاقي ان كلاوس بيحاول يجزب انتباهها. فبتكسر الباب وبتدخل الغرفة وبتفوك كلاوس من الكرسي. فبيسمع هزل وتشا تشا صوتهم من الحمام. فبيطلعوا يقتلوا باتش بالمسدس اللي معاهم. وبيهرب كلاوس من ممر التكييف وبياخد معه شنطة هزل اللي سابها في الممر. وبينزل كلاوس الشارع وبيركب المترو عشان يوصل للبيت. وفي الطريق بيحاول يفتح الشنطة. فبتطلع منها فجوة زمنية بيختفي جواها كلاوس. وبيرجع كلاوس بالزمن لسنة الف تسعمية عبعة وستين. وبيشارك في حرب مع جيش الولايات المتحدة. بعد ما بتنزلوا الشنطة في معسكر ليوم في فيتنام. وهناك بيتعرف كلاوس على جندي اسمه ديف. وبيبقوا اصدقاء ولكن ديف بيموت في معركة من المعارك. وبيزعل عليه كلاوس جدا. بنرجع مرة تانية الفانيا. وبنلاقي ان رونالد بقى مهتم بيها زيادة عن اللزوم. وبيمنعها تاخد الدوة بتاعها وبيقول لها ان هي هتكون احسن من غيره. وبتدربوا مع بعض عشان تقدم فانيا على عروض الصف الاول في الاوبرا وتكون عزيفة مميزة. ولكن لازم عشان فانيا تكون في الصف الاول حد من العزفين اللي في الصف الاول يختفي. وفعلا تاني يوم بتختفي صديقة فانيا اللي كانت عزيفة في الصف الاول. وفي ظروف غمضة. وبتقدم مكانها فانيا وبتنجح في تقديم الاروض. وبيكونها يتعمل لها حفلة في دار الاوبرا. فبتروح تعزم اخواتها عشان يحضروا الحفلة. وبتلاقي انهم مش موجودين في البيت. وده بيعصبها طبعا وعصبيتها دي بتخلي الاعميدة القهربائية اللي في الشارع تميل قدام. وما بيبقاش عندها تفسير اللي حصل ده. بس بيقول لها رونالد ان ده بسبب قوتها الخارقة. وان هي اكيد عندها قوة خارقة زي اخواتها. وانها لازم تتدرب كويس عشان تقدر تتحكم في قوتها. ولكن فانيا مش بيتركز في كلامه. وبتاخده وبتروح البيت. وبالليل بيطلعوا مع بعض في معاد غرامي. وفي اخر اليوم بيضعيهم ثلاثة متشاردين ووقفين على العربية بتاعتهم. وبيضربوا رونالد وبيقوا على الارض. فبتتعصب فانيا وبيطلع منها زي موجة صوتية. بتقدر تطير الثلاثة الرجالة دول بعيد. وبعدين بتنقل رونالد على المستشفى. وتاني يوم بيسحى رونالد في المستشفى. وباللاحظ ان رونالد فقد عينه في الحادثة. وبيبقى عايز يمشي في اسرع وقت. لانه بيعرف ان الناس اللي تخاني معهم من برح ماتوا. وكده هتبقى قضية فبيغرب مع فانيا. وبيروح على بيت جدة رونالد في الريف يعوده هناك. عشان تتدرب فانيا على استخدام قوتها الخارقة وعلى بروفة العاس في حفلتها في الاوبرا. وبيبدأ رونالد يعلم فانيا تتحكم في قدراتها. وبيخليها تركز مع صوت واحد زي صوت المية. عشان تقدر تحرك المركب اللي موجودة في النهر. وبيروح بعد كده لكلاوس اللي بيكون رجال من رحلته عبر الزمن للوقت اللي كان عايش فيه مع عصرته. وبيظهر كلاوس فجأة في اوتوبيس نقل. وبيبانى على كلاوس ان هو واعي ومش سكران زي عادته. وبينزل كلاوس من الاوتوبيس وبيرمي الشانطة اللي كان سريها من هزل وتشا تشا. فبتنفجر الشانطة وبكده مش هيعرف حد يسافر بيها تاني عبر الزمن. وبيروح كلاوس بعد كده على بيت هاري وبيحكي الرقم خمسة ان هو سافر عبر الزمن. واقعد هناك زنكاملة وشارك في حرب فيتنام. فبيحكي الرقم خمسة ان هو لما سافر للمستقبل شاف ان العلم انتهى. وان كل البشر انقرضوا. وان هو في المستقبل قبل شخصية اسمها زهاندلر. وبيقول ان زهاندلر دي تبقى مديرة المجلس. والمجلس ده عبارة عن مؤسسة مسؤولة عن ان كل حاجة حصلت في الماضي تحصل زي ما هي بالزبط. وما فيش حاجة تتغير عشان ما تأثرش على التسلسل الزمني للبشر. وده بيتم عن طريق انهم بيبعثوا قتل محترفين لاكتر من وقت في الماضي. عشان يساهموا ان الاحداث اللي حصلت في الماضي تحصل زي ما هي في المستقبل. وان رقم خمسة كان شغال مع المجلس قتل محترف. واتبعت لاكتر من زمن في الماضي. عشان يساهم في الحفاظ على التسلسل الزمني. لحد ما كرر ان هو يهرب من المجلس ويرجع للوقت الحاضر. عشان يحضر جنازة هاري ولان العالم بيكون قرب ينتهي وقدامه ثمان تيام بس. وبيقول رقم خمسة ان جات في باله فكرة. وهي انه يتصل بي هزل ويقول ان هو عاوز يرجع له الشنطة اللي اخدها منه كلاوس. مقابل ان هو يبعد عن اخواته وعن بيت هاري. فبيتصل رقم خمسة بهزل. وبيحدده المكان اللي هي تقبله فيه وبيبقى طريق سريع بيد عن الاماكن اللي فيها سكان. وفي الوقت ده بيكون ديجو وكلاوس بيرقبه هزل وشا تشا. عشان ينتقم لحبيب توباتش اللي هما قتلوها. وبيروح لوسر ورقم خمسة للمكان اللي اتفقوا انهم هيقابلوا هزل وشا تشا فيه. وبيبقى مع شنطة مزيفة. واول ما بيقابل هزل وشا تشا بيظهر ديجو هو سايع شاحنة كبيرة. وبيبقى هيدها سبيع هزل وشا تشا. ولكنهم بيضربوا عليه رصاص وفجأة بيتوقف الزمن. وبتثبت كل حاجة في مكانها من غير ما تتحرك معادة رقم خمسة. وبتظهر هنا زي هاندلر. وبتعرض على رقم خمسة ان هو يرجع يشتغل معهم في المجلس وفي وظيفة ادارية. مقابل ان هي مش هتخلي ايلته تموت. فبيوافق رقم خمسة وبيسافر معها للمستقبل. وبيروح للمستقبل وبيروح رقم خمسة للمجلس. وبيبدأ يستلم شغله هناك وبيبقى مسؤول عن حل القضايا لوجهة البشر قبل كده. ومسؤول عن ان هو يبعت رسائل للقتلة اللي شغالين مع المجلس. عشان ينفزه عمليات الاغتيال. وبيزبط رقم خمسة كفاته وبيقدر يحل اول قضية ليه في اسرع وقت. وبعدين بيستغل رقم خمسة ان شغال المسؤول عن ارسال الرسائل للقتلة. وبيبعت لهز الرسالة ان هو يقتل تشا تشا. وبيبعت لتشا تشا رسالة ان هي تقتل هزل. وبيسرع رقم خمسة ملف في نهاية العالم. وبيلاقي فيه رسالة مكتوبة الهزل والشا تشا. ومكتوب فيها انهم يحموا واحد اسمه جانكيس. وبيعرف رقم خمسة ان جانكيس ده هو المسؤول عن نهاية العالم. فبيقرر ان هو يرجع للزمن اللي كان فيه مع عسرته. ويمنع جانكيس من انه يقضي على العالم. وفعلا بيرجع رقم خمسة بالزمن تاني. وبيجمع اخواته من تاني. عشان يساعدوه في انه يوقف نهاية العالم. وبيحكي لهم عن جانكيس اللي هيبقى السبب في نهاية العالم. وبنروح بعد كده للمتجر الدوناتس وبنلاقي هزل قاعد هناك. وبنعرف ان هزل بقى بيجي كل يوم المتجر ده. عشان يقرب اكتر لاجنيس صاحبة المتجر. وفي يوم وهم عادين بيتابعوا الطيور اللي في السماء بيعرض هزل على اجنيس ان هي تسافر معا للريف. وتسيب شغلها في المتجر فبتوافق. وبالليل بتيجي رسالة لهزل من المجلس فيها امر بقتل تشا تشا. ولكن بيكون هزل متردد. ومش عايز يقتل شركته. وبتيجي في نفس الوقت رسالة لتشا تشا تشا فيها امر ان هي تقتل هزل. فبتستنى تشا 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 لما يكون الحمام مقفول على هزل. وبتكسر الباب عليه وبتضرب عليه نار. ولكن بيطلع هزل من جوه. وبيجري ورا تشا 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 وبيربطها في الارض. لانه مش بيبقى عايز يقتلها. وبيسيبها بعد كده وبيروح لاجنيس عشان يسافروا للريف. ولكن بتقدر تشا 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 تفك نفسها. وبتسافر ورا هزل للريف وبتوصل للبيت اللي فيه هزل وبتهجم عليه. وبتحاول تقتله وهو اجنيس. فبيفضل ويتخانق لحد ما بتظهر زهندرر. وبتقول له ان هي ما بعتتش رسائل يقتلوا بيها بعض. وان اللي بعت الرسائل دي هو رقم خمسة. وبتقول لهزل ان هي بعد المهمة دي هتسيبه يعيش مع اجنيس ويتقاعد من المجلس. فبيوافق هزل وتشا تشا انهم يقتلوا رقم خمسة. ويخلي كل الاحداث تمشي زي ما حصلت بالزبط. وهيحمفانيا اختار رقم خمسة من ان اخواتها يسببوا لها ازا. وهتفضل اجنيس وزهندرر في البيت لحد ما يخلصوا. وبتبعت زهندرر رسالة الرقم خمسة عشان تقابله. وتعرض عليه ان هو يشتغل معها مرة تانية. وصاد ان هي تسيب اخواته ويعيشه. ولكن بيرفض رقم خمسة وبيرجع عشان يساعد اخواته في انهم يمنعوا نهاية العالم. وفي بيت هاري بيكون لوسر بيدور على الابحاث اللي كان بيبعثها الهاري هو على الامر. ولما بيلاقيها بتكون مقفولة زي ما بعتها. وبيعرف لوسر ان هاري كان بعته رحلة الامر عشان يبعد عن التنمر مش عشان يعمل ابحاث. فبيتأثر لوسر بدا جدا. وبيبقى مش مصدق ان هاري كان بيضحك عليه كل الفترة دي. وبيقرر لوسر ان هو يروح الديسكو مع كلاوس. عشان هو قرر ان هو مش هيعمل مهمات تاني. وهيعيش حياته اللي كان بيحاول لي ضيحها هاري. وبيجي بالليل وبيروح لوسر مع كلاوس. وبيشوف كلاوس اتنين رايحين يتخنقوا مع لوسر وهو سكران. عشان بيرقص مع واحدة صاحبتهم. فبيحاول كلاوس ان هو يدفع على لوسر بس بيقعه على دماغه وبيغمع عليه. وبيتنقل كلاوس بروحه لعالم الاموات. وبيعرف من هاري ان هو قتل نفسه عشان يجمعهم. وانهم لازم يتحدوا عشان يمنعوا نهاية العالم. والتاني يوم بيجمع كلاوس اخواتي وبيقول لهم ان هاري مات منتحر مش مأتول. وبياكد على كلامه ده بوجه واللي كان شاهد على موت هاري. فبيتفقوا كلهم انهم هيتحدوا. وينقذوا العالم عشان خاطر هاري اللي قتل نفسه عشان يجمعهم. وبيبدعوا يدوروا على جانكيز صاحب العين اللي مع رقم خمسة. واللي بيعرفوا من سجلات الشرطة ان رونالد صاحب فانيا. وبنروح لفانيا اللي بتفضل تتضرب على استخدام قوتها. وبتكون بتوترها عشان حفلة الابرة الرابط. وهي لازم تكون مستعدة عشان تعزب في الصف الاول. فبتروح لها عشان تهربها من رولان. وبتقول لها ان رونالد اسمه الحقيقي جانكيز. وان هو المسؤول عن نهاية العالم. وان هي لازم تهرب منه. ولكن فانيا بترفض تمشي معها لان هي بتحب رونالد. وبتكون مش مصدقة اللي بتقوله اصلا. فبتحاول تستخدم قوتها على فانيا. فبتستخدم فانيا قوتها وبتضرب فرقبتها بالسيف. وبتهرب بعد كده مع رونالد وبيروحوا بيت ريفي بتاع عائلة رونالد. وهناك بيحاول رونالد ان هو يضرب فانيا اكتر على قوتها. لان هو عاوز يستخدمها في ان هي تقضي على اخوتها. وبنعرف هنا ان رونالد هو نفس الطفل اللي رفض هاري ضمه للاكاديمية. وبسبب كده كل الناس التريعية تعليه في وقتها. وقرر ان هو ينتقم من هاري والاكاديمية ومن كل الناس اللي اتنمروا عليه. وبيبدأ بابوه اللي كان بيفضل يضرب كل شوية فيه. وبيقتل ابوه وهو لسه عنده 13 سنة. وبيغير اسمه عشان يكون اسمه رونالد. وبتكون مهمته الوحيدة من اول ما طالع من السجن ان هو يقضي على الاكاديمية. وبيطلع هو اللي قتل بينه واللي هو رقم 6. وقدر يقرب من فانيا لان هو لا يكتاب مذكرات هاري واللي بيتكلم فيه عن قدرات فانيا. وان الدواء بتاعها ده اللي كان بيدوه لها ده كان مسكن عشان ما تقدرش تستخدم قوتها. لان هي قوية جدا. وبيبقى رونالد هو اللي سرق الدواء من فانيا عشان ما تعرفش تاخده. وعمل كل الحاجات دي بعد ما لقى الكتاب اللي رميه كلاوس في الزبالة. لما كان كلاوس بيفضل صندوق المجاهرات اللي كان في مكتب هاري عشان يرهنه. ولكن في الوقت ده بتشوف فانيا كتاب مذكرات هاري مع رونالد. وبتعرف ساعتها ان كان عندها حق. وان رونالد ده ده عايز يزيها. فبتستخدم فانيا قوتها وبتقتل رونالد. في نفس الوقت ده بيكون اخوات فانيا وصلوا للبيت بتاع رونالد. عشان ينقذوا الاسون وبياخدوها عالبيت. فبتنجح في ان هي تعالج الاسون بس بتفضل مش قادرة تتكلم لفترة طويلة. واول ما بتفوق الاسون من العملية بتقول للأسر ان فانيا عندها قدرات خارقة. مش زي ما هم كانوا فاكرين ان هي عادية. وبعدها بيلاقوا فانيا جات على البيت عشان تطمن على الاسون. وبتقول له الاسر ان هي ما كانتش عايزة تعمل كده. وان الامور خرجت عن سيطرتها. ولكن الاسر بيطمنها ان الاسون كويسة. وبيحضنها عشان يهديها. ولكنه بيخنقها في حضنه لحد ما بيغم عليها. وبياخدها يخبيها في البدرون تحت عشان يحجم قدراتها وما تأزيهمش. في الوقت ده بيكون هازل مع تشا 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 في العربية. وبيعمل بها حدسة عشان يتخلص من تشا تشا. وبيرجع بسرعة على البيت وبيضرب برصاصه وبيقتلها. وبيقرر ان هو يعيش بقى حياته مع اجنيس. وبيروح لبيت هاري وبيتدى الرقم خمسة المسدس بتاع تشا تشا. عشان يطلع ديجو براءة من قضية قتل المحققة باتش. فبيروح ديجو اخواته على بيت رونالد وبيلاوه مقتول هناك. وبيتأكد رقم خمسة ان العين اللي في ايده تبقى بتاعة رونالد. وبكده العالم مش هينتهي. وبعدها بيروح على بيت هاري تاني. واول ما بيدخلوا البيت بيلوه السقف بيقع عليهم. وده عشان فانيا استخدمت قوتها عشان تهرب من المكان اللي حباسها في الوسر. وبتقدر فانيا ان هي تهرب من المكان اللي كانت محبوسة فيه. وبتقابل بوجو في طريقها وبتقتله لما بتعرف ان بوجو كان عارف ان هي عندها قوة خارقة. وبتوقع فانيا البيت كله. وبتبقى جريس وكلاوس وديجو جوه البيت. ولكن بيقدر ديجو وكلاوس لانهم يخرجوا من البيت. بعد ما بيقدر بين ان هو ينقذ ديجو قبل ما الساقف ينزل على دماغه. وبيبقى بين نفسه مستغرب لان بين اساساً ميت. وفي الوقت ده بتنوت جريس جوه البيت ومش بيلحق وينقذوها. وعلى انقاذ البيت بيتجمع اخوات رقم خمسة. وبيقول رقم خمسة ان جونكيس مش هو السبب في نهاية العالم. لكن هو السبب اللي خلى فانيا هي اللي هتنهي العالم. وبيقول انهم لازم يتحدو عشان يمنعوا فانيا من انها تقضي على العالم. وبتبقى فانيا في طريقها العرض الابرة الخاص بيها. وبيروحوا وراء اخواتها عشان يحاولوا يوقفوها من انها تنهي العالم. فبتدخل الاسون الاول عشان تستعطف فانيا وتلهيها. لحد ما يهجم عليها الوسر وديجو ويسرقوا منها الكمان بتاعتها. لان الكمانجا بتاعتها دي الاداة اللي بتشاكل قواتها الخارقة. ولكن هم بيفشلوا في انهم يقربوا منها عشان فانيا بتكون اقوى مما يتخيلوا. فبيقرروا انهم يبدلوا الخطة. وانهم يحصروها من كل اتجاه عشان يقدروا يوقفوها للعس. وبيحصروها فعلا من كل اتجاه ولكن فانيا بتجمعهم كلهم مرة واحدة قدامها عشان تقضي عليهم. فبتيجي من وراها الاسون وبتضربها بالنار. وبيطلع من فانيا شوهاع بيغبط في الامر وبيضمروا. وبينزل اجزاء من الامر على كوكب الارض. فبيقول رقم خمسة ان كده برضو العالم هينتهي. وما فيش غير طريقة واحدة يقدروا يفضلوا بها عايشين. وهي انهم يسافروا بالزمن مع رقم خمسة. فبيوافقوا بيسافروا معاه. وبيخلص الجزء الاول.